براءة النهاردة براءة مهمة جدا 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 الفوز فيها مهم ليه الفوز فيها مهم الفوز ضروري عشان انت بتحافظ على الصدرة بتاعتك وتوسع الفارق بينك وبين صاحب المركز الرابع في بطولة الدولي اللي هو المفروض المنافس اللي هو المفروض اللي هو بيكمل معاك لحد الاخر او يبقى قريب شوية هي بالارقام بالارقام بتاعت السنين اللي فاتت بتساعة ما تتعامل الدولي لحد النهاردة لا الارقام بعيدة جدا ولكن هو ايه المنافس اللي يليك في الارقام ولو ان الفارق شاسع ولكن مكسب النهاردة غير انه هيوسع الفارق احنا بنقولها بقى بلغة الكورة يعني هيصدر مشاكل كتير جدا 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 للمنافس بتاع احنا الفترة اللي احنا فيها دي يمكن احنا بنلعب في الدوري الاول الارقام احيانا بيبقى ليها معنى واحيانا في الماتشات اللي ازاي دي ما بيبقى ليها يعني ايه اهمية قوي ولكن في خلال المباريات اللي تلعبت في الدوري الاول بين نادي الاهلي والنادي الزمالك كان اخر فوز في العشرين سنة اللي فاته ليه المنافس 2003-2004 احيانا احيانا ناس بتحب يعني تتفاعل بالارقام احنا قلنا ماتش ماتش بعيد عن اي حسابات ولكن خلال الدور الاول من مسببت الدوري المصري العام لكرت القدم اتقابلوا الاهلي والزمالك كتير ولكن اخر فوز للمنافس كان 2003-2004 نتمنى النهاردة التوفيق للنادي الاهلي نتمنى ان دبعا دي القمة ده الجولة رقم 14 ودي القمة رقم 125 تعالوا لما نشوف القمة 125 دي نتيجها كانت ايه قبل كده هتلاقي فرق كبير بين النادي الاهلي والنادي الزمالك النادي الاهلي كسب 47 مرة نادي الزمالك كسب 27 مرة وتعادل الفريقين في 50 مباراة نادي الاهلي جاب 110 احنا بنتكلم على 124 مباراة النهاردة 125 يبقى فيه فرق في الفوز 20 زيادة او 20 عدد للنادي الاهلي طبعا الارقام شسعة الفوارق في الارقام كبيرة جدا 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 ولكن زي ما قلت لحضراتكم انا ما بيهمنيش الارقام يعني احيانا احيانا بتؤثر بعض الشيء بعض الشيء على معنويات بعض من الجماهير ولكن زي ما بقول لحضراتكم حاجتين بس يضمنوا لي ان شاء الله المكسب النهاردة روح واسرار وعزيمة وشخصية لعيب النادي الاهلي والتوفيق ان شاء الله يحلفنا باذن الله رب العالمين معنا نتائج مباراة الجولة الاربعتاشر حرس الحدود خسر من الداخلية 1-0 طلاع الجيش تعادل مع الاسماعيلي 1-1 امبي خسر من فيوتشار 3-2 موليين العرب فاز على اسوان 1-0 بنك الاهلي خسر من اتحاد سكندري 3-2 وبيراميدز كسب فاركو 3-0 مصر البورسعيدي تعادل مع غزل المحلة 1-1 وسيراميكا كيليباترا خسر من سموحة 2-0 يعني بعض الارقام زي ما حضراتكو شايفين عندنا موقف الفريتين كمان في الدوري هذا الموسم نادي الاهلي على القمة برصيد 31 نقطة نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة كل فريق لعب 13 مباراة نادي الاهلي فاز في 9 مباريات مقابل 7 مباريات نادي الزمالك تعادل نادي الاهلي 4 مباريات والزمالك في 5 مباريات لم يخسر نادي الاهلي حتى الان ان شاء الله يفضل كده الحاد نهاية الموسم بينما خسر فريق نادي الزمالك مباراة وحيدة مرسل كورر وفيريرا الاتنين مدرين فنيين مرسل كورر مسؤول عن 17 مباراة للنادي الاهلي فاز في 13 مباراة وتعادل في 4 ولم يهزم حتى الان الحمد لله وشباك نظيفة في 10 مباراة بينما فيريرا ادار نادي الزمالك في 50 مباراة فوز 32 مباراة في 11 وهزيمة سبعة وشباك نظيفة في 25 احنا شفنا المقارنات معظمها معظمها لصالح النادي الاهلي الاخر مقارنة كانت بين 2 مدرين فنيين نتمنى التوفيق للعيدة النادي الاهلي النهاردة نتمنى اكتر كمان ان المباراة تخرج في افضل صورة صورة تبين او توضح مدى عظمة الشعب المصري كرائد في جميع المجالات ومنها المجال الرياضي وبصفة خاصة كرة القدم ترجمة نانسي قنقر